موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم من جديد وعود إلى الأستاذ خالد الأنسي تعليقا على هذا الخبر العازل حل حزب الإصلاح الأحزاب السياسية ربما لم يعد هنا قيادات سياسية أولا في العاصمة صنعاء الكل فضل العمل المدني وكذلك فضل أن لا يواجه وترك العاصمة صنعالية كي يتحدث أو يتكلم أو يجهز نفسه الاحتياجات السلمية في مدن أخرى برأيك هذه التصرفات التي تقوم بها الحوثي ضد الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في هذه المرحلة إلى أي مدى تؤثر على حرية الناس وكذلك على مستقبل الحياة السياسية أولا أنا أعتقد أنه القرار أو خطوة إعلان حزب الإصلاح هي خطوة المستفيد منها حزب الإصلاح يعني أن حزب الإصلاح على الفترة الماضية تحمل كثير من الظلم والاتهامات والآن يبدو أن المخلوح مثلما عمل على تشويه سمعة هذا الحزب ومواقفه وصوره أنه وحش يعني يثبت الآن من خلال هذه الممارسات من خلال الاعتقالات التي يتعرض لها الاقتحامات لمقراته القتل الكوادرة أن هذا حزب يمثل صمام أمان للبلد أن هذا حزب وطني ويعاقب بسبب أن هذا الحزب لم يتواطع مع المشروع الإنقلابي في الاستيلة على السلطة على أسس طائفية ومناطقية أنه إنحاز لليمنيين إنحاز لإرادة التغيير إنحاز للحرية فأنا أعتقد أن هذه الخطوة أيضا هي في حقيقة الأمر الإصلاح مستفيد منها هل سيكون باعتقادك هناك ردة فعل من قبل الحزب الإصلاح أو قواعد الحزب؟ الإصلاح واضح أنه قد اختار خيار السلمية والنهج السلمي بشكل كثير وأدرك أن هناك مخطط لا يستهدفه فقط بس كحزب وإنما يستهدف جرى اليمن إلى مربع العنف من تابعوا من المكالمة الهاتفية التي كانت سربت بين جمال بن عمر وبين الشيخ حميد الأحمر يتبين أن كانت مهمة جمال بن عمر هو أن يدفع الإصلاح دفعا إلى أن يدخل في مربع العنف ويدخل في مواجهات مع المخلوع عبر ميليشيات الحوثي أو ما أسميه هنا بالميليشيات الحوثفاشية لأنه في حقيقة الأمر المواجهة هي مع الرئيس المخلوع الحوثيين هم كناع هم غلاث وقد بعد كل هذه الخطوات التي تتم الآن لم يعد هناك مبرر للحديث والقول عن الحوثيين الحوثيين هو عبارة عن تسمية يعني مسمى استخدمها الرئيس المخلوع لكي يمارس يعني الإنقلاب على الثورة المضادة ولكي يمارس علاقة غير شرعية مع إيران تحت مسمى لا ينفضح فيه وهذا الذي أوصل علاقته فيما بعد بدول الخليج إلى وضع مسدود لم يكن بمقدور الرئيس المخلوع أن يقيم علاقات مع إيران بشكل مباشر لأنه لو أقام علاقات مع إيران بشكل مباشر كان سيخسر الأموال التي يتقاضاها شخصيا من السعودية ودول الخليج وكانت اليمن أيضا ستخسر المساعدات التي تحصل عليها من دول الخليج فكان يستخدم الحوثي كمحلل لهذه العلاقة الغير شرعية يخفي بها هذه العلاقة لكن في نهاية المطاف ظهرت وأنا أقول هذا واحد كان من الانتصارات التي حققتها الثورة لأنه كان سيناريو الرئيس المخلوع هو أن يستخدم الحوثي استخدام مزدوج يستخدمه كورقة يحرق بها خصومه الذين يعتقد أن لهم كان دور في خلعه من النظام وأسقاطه ويحرق في ذات الوقت الحوثيين ولذلك رأينا أنه يجعل المحوثيين يمارسون ممارسة معينة لا يمكن أن يمارسها شخص يريد أن يصل إلى السلطة ويبقى منما يؤكد أنه كان يستخدم الحوثيين فقط في إحراق خصوصهم ويعمل لهم عملية إحراق ذاتي تمهيدا لأن يمارس دور آخر هو دور المنكذ الذي ينكذ اليمن من الحوثيين وينكذ المنطقة من الحوثيين وقد فضحه السعوديين عندما أرسل ابنه إلى السعودية ليسوق دوره كمنكذ سيقاتل الحوثيين وسيجمع مئة ألف مقاتل من الحرس الجمهوري وخمسين ألف من القوات الخاصة بمعنى أنه حتى آخر لحظة قبل أن تتعرض القوة التي تحت يده للقصف والتدمير كان يعرض نفسه كمرتزق ويعرض دماء اليمنيين للبيع لمواجهة حركة هو الذي أنشأها وهو الذي يستخدمها أي استمر في سيناريو ابتزاز الخارج والداخل بالحوثيين أنا أعتقد هذا مهم جدا لأنه سقوط المخلوع والاستغناء عنه ووصول السعودية إلى أن تصفه بالعميل وتصفه بالمراوغ وتطوي صفحته هذا كان تحدي بالنسبة لنا كبير لأنه حقيقة الأمر الخطر من البقاء كان هو من بقاء الرئيس المخلوع الحوثيين ليس لديهم أي مقومات للبقاء لا سياسية ولا اجتماعية ولا ثقافية ولا قبلية كانوا هم واجهة كانوا هم غسالة ومكنت إعادة تدوير لمخلفات النظام السابق وإعادة إنتاجها باسم الحوثي احترقت هذا الورقة واحترق هذا الكرد ووضح لليمنيين الآن ووضح للأسر التي كان أبناءها يذهبون إلى صعدة في ست حروب أن علي عبدالله صالح كان يستخدم أبناءهم في محرقة في حرب عبثية سياسية غير حقيقية قتل فيها الآلاف ثم استخدم الحوثيين لقتل السلفيين ثم استخدم الحوثيين لقتل القبائل على مدار سيرهم والناس كانت تعرف في نهاية المطاف الأخير أن هؤلاء هم قناصة الحرس الجمهوري وهم ضباط القوات الخاصة ليسوا هؤلاء كل القوات الخاصة وليسوا كل هؤلاء الحرس الجمهوري لا زال في هذه المؤسسات ناس شرفاء وجدناهم في 2011 وأراهن عليهم الآن وأراهن الآن على قبائل الآن أن تتحرر أن تخرج من عقدة الإنبهار بالمخلوع الداهية هو ليس داهية هو رجل خبيث دمر حياة اليمنيين دمر مستقبلهم حتى هذا الجندي الذي يقاتل معه في نهاية المطاف ما لديه من ماذا أعطاه الرئيس المخلوع أخر منه كل شيء ولم يعطيه شيء نعم سيد ياسين نلاحظ أن ربما الدول الخليج وكذلك الدول العربية بالتعاون مع باكستان اتخذت قرارا وأصبحت حازمة تجاه الحوثيين وكذلك علي عبدالله صالح لكن في الواقع القوة العسكرية المتواجدة والمسلحة في الأرض هي الحوثيين وعلي عبدالله صالح كيف سيواجه الخليج وكذلك الدول العربية الحوثيين كل الخيارات مطروحة في اعتقاد الآن القوة التحالف العشري هي تعمل بهذا الاتجاه تعمل على تدمير هذه القوة التي باتت تشكل خطرا على اليمن وعلى المنطقة وأعتقد أن العملية تمشي بنجاح هناك تأثير واضح في الميدان هناك تراجع في قوة الحوثيين وقوة الرئيس المخلوع ويكفي للدلال على هذا أن المملكة العربية السعودية والتحالف أصدروا قائمة بالمطلوبين وعلى رأسهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح هذا الموقف لم يكن توقعه أعتقد في تاريخ يعني في حياته السياسية بالنظر إلى العلاقة التي كانت تربطه بالمملكة العربية السعودية هذا شخص يعني لا أمنة له لا مصداقية له وأعتقد أنه في 2011 المجتمع الدولي بكامله توافق على التخلص من الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح هذا لم يحدث بالنسبة مع مبارك لم يحدث مع زين العبدين بالعلي لم يحدث مع مع ديكتاتور بشار الأسد أبقوا لهم خط رجعة أو تعاملوا معهم باحترام لكن أقبر هذا الشخص على ترك السلطة ولكنه لأسباب تكتيكية أو انتهازية عادة ولمارس دور لكن لم يتح فرصة حتى لمن وقفوا معه في مرضه وفي موته السريري ومع ذلك سلم ورمى بالبلد بكامله إلى أحضان إيران لكي تدعي إيران في يوم ما بأنه صنع العاصمة العربية الرابعة التي سقطت تحت نفوذها كان هذا طبعا مؤثرا بالنسبة للمملكة العربية السعودية فاتخذت هذا القرار أنا في اعتقادي أنه كون التحالف هذا قد قام ويقوم الآن بمهمته العسكرية في اليمن هذا شيء مدمر بالنسبة لألي عبدالله صالح ألي عبدالله صالح لم يكن يتوقع هذا الموقف أبدا لقد صدم بهذا الموقف وبالتالي هو اليوم يخوب معركة وجود ستكون المعركة الأخيرة ولن تقوم له معركة وجود أم معركة تسليم للحوثيين أعتقد أصبح المستقبل أمام الحوثيين أكثر من المستقبل أمام علي عبدالله صالح الحوثيين لا مستقبل لهم الحوثيين لا مستقبل لهم الحوثيين هم ذراع إيران وإيران ترمي بثقلها كلها خلف الحوثيين والعالم تحرك أصلا لأن الفكرة الحوثية هي نفسها هي مصدر الخطر ولكن الرئيس المخلوع علي عبدالصالح وضع كامل القوات المسلحة اليمنية التي تستنزف ميزانية اليمن وضعها تحت تصرف هذه الميليشية الحوثية وتحت تصرف إيران وهناك المصدر الخطر ولهذا العالم تحرك والمجتمع الإقليمي تحرك وتحرك التحالف لضرب هذه القوات الحوثيين خطر حقيقي ولكن تماما مثل ما هو الأمر بالنسبة للرئيس المخلوع الحوثيين نفس الشيء الضربة هذه تستهدفهم لا مكان لهم لا تأثير لهم مستقبلي ولهذا نعتقد الرهان اليوم للشعب اليمني الشعب اليمني عليه أن يتحرك هناك مجتمع دولي وهناك حلف قوي جدا يقف إلى جانبهم عليهم أيضا أن يتحركوا ميدانيا عليهم أن يحاصروا هذا السرطان الخبيث ويستأصلوه طبعا عندما أقول هذا الكلام أقول أن التحرك الشعبي يكون تحرك مدني تحرك يقوم على فكرة السلمية ولكن يحاصر هذا العدو بإرادة صلبة ويظهر للعالم كله أن هذه المجامعة أو هذه العصابة معزولة شعبيا ولا علاقة لها بالأجندة ولا بمستقبل اليمن نعم أستاذ خالد نلاحظ أن المكلة سقطت في غضون ساعة بينما الجيش في عدن أو المقربين من علي عبد الله صالح هم من يقاتلون في عدن وهم من سلموا حضر موت لا نعرف ما الذي يدور بالضبط في هذا الحدود أنتم ليس راضين تكتنعون أن الحوثيين هم علي عبد الله صالح يعني كيف عدك معكم أن القاعدة هم علي عبد الله صالح يعني إذا كان الحوثيين اللي قد سمعتوا اتصالات للرئيس المخلوع ويقول لهم اعملوا كذا وسيطروا على المطارات ومنعوا من السفر وتحركوا بالمنافذ يعني أوامر عسكرية بحتة يعني لواحد من كبار القادة إذا كان الحوثيين كانوا يدخلوا المدينة وبعد ما يعلنوا إسقاطها يعينوا أشخاص موالين للرئيس المخلوع بدلا من أسقطوهم أنتم مش قادرين تستوعبوا أن القضية هي قضية الرئيس المخلوع نحن مؤمنين موجودين بحكاية فكرة وجود الهاشمية السياسية التي هي أقدم من علي عبد الله صالح وأقدم من الحوثي لكن الذي يجب أن يفهم كل يمني أن السعودية لم تستغني عن علي عبد الله صالح وهي من رممت وجهه يعني كما قالت ومن حاولت أن ترمم نظامه أنا كنت أقول أن المبادرة الخليجية تستهدف إلى إنقاذ نظام علي عبد الله صالح وفعلا كانت المبادرة الخليجية تخرج شخص علي عبد الله صالح من السلطة وتعطي فرص لعودة ابني إلى السلطة وتعطي فرص لبقاء نظامه وحافظت على أمواله وحالت بينه من العقاب بمعنى أنهم دافعوا عنه بشكل كبير لكنهم لم يستغنوا عن علي عبد الله صالح إلا بعد أن اكتشفوا أن رجل إيران الأول مش عبد الملك الحوثي ولا حسين الحوثي أن رجل إيران الأول هو علي عبد الله صالح وأن الحوثي لم يكن إلا واجهة من وقت مبكر وأنا أتحدث من هذه القناة ومن غيرها وأقول أن علي عبد الله صالح كان يعد أدوات معينة ليفتز بها الداخل والخارج لكي يبقى في السلطة من هذه الأدوات ومن هذه الأوراق هي ورقة الحوثية ومن هذه الأوراق هي ورقة ما يسمى بالقاعدة أو أنصار الشريعة المشاهد المتابع في اليمن الذي سيعيد بذاكرة إلى الوراء سيجد أن في اليمن كان في ثلاث تسميات أتت تحت مسمى الأنصار أنصار الشرعية الذي كان يخرجهم علي عبد الله صالح من المؤتمرين ومن الموالي بدعوة الدفاع عن شرعيته ضد الثورة ألا يسقط وأنصار الشريعة وأنصار الله الذي هم الحوثيين هذه حتى التسميات تدل على أن المسمي واحد أن المنتج واحد ولكن كان ينتج ثلاث سلع ويعطي لكل سلعة اسم معين لكي تقوم بوظائف معينة يعني حتى التسمية لها دلالاتها ويجب أن يقرأها الناس السؤال هو لماذا في اليمن سمت القاعدة نفسها أنصار الشريعة لأنها ليست هي القاعدة قاعدة بن لادن ليست قاعدة بن لادن الذي علي عبد الله صالح أتى بالطائرات الأمريكية لتقتلها أخذها إلى المعتقلات قتلها لاحقها وإنما هي قاعدة علي عبد الله صالح ولذلك حتى تسطر هذه الجماعة أي بيانات لا تكذبها القاعدة كانت تسطر باسم أنصار الشريعة في آخر حادثة يعني حادثة التفجيرات في جامعة الحشوش وجامع بدر عندما حدث خطأ وقالوا أن هذه هي القاعدة قامت القاعدة وأسطرت بيان وقالت لست أنا الذي نفت هذه العملية لكن في كل العملية التي تمثل حتى خروج عن خط القاعدة كانت تسطر البيانات باسم أنصار الشريعة ولا تسطيها تطيع القاعدة أن تنفيها لأنها ليست هي التي ارتكبتها وإنما هذه هي قاعدة علي عبد الله صالح التي رباها في أجهزة المخابرات ورباها في داخل السجون وتحدث طارق الفضلي في مقابلة في قناة اليمن اليوم قناة علي عبد الله صالح وتحدث كيف كان يتم التعامل معه مع السلطة هذا الأعضاء الذين كانوا يحصلون على رتب عسكرية ورتب أمنية علي عبد الله صالح كان يشعر أنه يريد أن يبتز الغرب لكي يبقى فأنتج قاعدته الخاصة التي يقول لو ذهبت إلى السلطة ستذهب اليمن إلى القاعدة أنتج ما يخيف الخليج به وهي الحوثيين ويقول لو ذهبت من السلطة ستسيطر على اليمن إيران وما يسميهم بالروافض والمجوس وأنا ضد التسميات والمصطلحات هذه الطائفية لكن أنتجها بمعنى أنه ملأ اليمن بألغام بحيث أنه يفرض حتى على خصومة ألا يستغنوا عنه ويدافع عن بقاءه لأنه إذا ذهب سوف تتصوم لليمن كما كان يهدد سوف تتعرقن اليمن وتتحول إلى عراق سوف تتلبننا اليمن هذه كلها أدوات وحية وأثبتت الوقائع أن علي عبدالله صالح كان يشترك فيه آخر تقرير للأمم المتحدة الذي هو التقرير الذي حدد تقديراً نسبة الأموال التي نهبها تحدث عن دور علي عبدالله صالح في صناعة الإرهاب والعمل مع الجماعة المتطرفة لو حدث تحقيقات كبيرة في هذا الموضوع سيثبت أن علي عبدالله صالح كان متورط في أكبر تجارة السلاع وأنه كان يتاجر الأسلحة وكان متورط في تجارة المخدرات كنظام وعندما يرجع اليمنين بذاكرتهم إلى الوراء بعد 2011 بعد التورة سيسمعوا كم تم ضبط سفن تهريب أسلحة كم تم ضبط مخدرات هل يعرف اليمنين ليش السبب؟ لأن المنظومة الأمنية الواحدة التي كان يسيطر عليها علي عبدالله صالح بعد تورة 2011 لم تعد تلك المنظومة الواحدة دخلت التورة ودخلوا ناس آخرين فبدأت تكتشف هذه الصفقات هذا رجل كما وصف نفسه أنه راقص على رؤوس التعابين زرع وربى ثعابين ابتز بها اليمنين ابتز بها الخارج وهو أساس المشكلة الآن مثل ما حدث الآن يفترض الآن في الحضر موت أين القوات؟ كيف سيطرت القاعدة في لحظات؟ أنا من الأشخاص الذي كنت ألاحظ أنهم من يسمون أنفسهم قاعدة وأنصار شريعة يدافعون عن علي عبدالله صالح مع أنه المفترض الطبيعي لا يمكن أن يدافعوا عن شخص سمح للطائرات الأمريكية أن تلاحقهم إلى كل مكان وتقتلهم سمح للأمريكان أن يختطفوهم في كل مكان سلم بعض اليمنين إلى أمريكا لكي تعذبهم وترسلهم في سجون مخابرات عدد من الدول العربية ليعذبوا قبل أن يذهبوا بهم إلى جوانتينامو نفس الأمر بكسبة للحوثيين دعني أكمل الفكرة لو كان علي عبدالله صالح في صراع مع الحوثيين وكانت ليست لعبة هذا الصراع هل كان يتوقع أن عبد الملك الحوثي سيترك علي عبدالله صالح وهو قتل أخو حسين الحوثي عبد الملك الحوثي الذي لا زال يطالبنا بدمى الحسين بن علي رضي الله عنه من قبل 1400 سنة هل كان سيتخلى عن دمى؟ وهو يعرف أنه كان يعمل لحساب علي عبدالله صالح ويعمل لحساب علي عبدالله صالح أن علي عبدالله صالح لديه علاقات بإيران وعندما حطت الطائرات الإيرانية في صنعة قال الإيرانيين أننا عقدنا صفقة اتفاق طيران مع علي عبدالله صالح في سنة 1997 وظل هذا الاتفاق غير معلن حتى الآن بمعنى أن علي عبدالله صالح كان يشعر أنه في يوم من الأيام ممكن تستغني عنه دول الخليج فبدأ يفتح له علاقات مع الإيران ممكن يشعر أنه ممكن تستغني عنه الولايات المتحدة الأمريكية فصنع قاعدة يبتز بها أمريكا كلما فكرت أنها تتخلى عنه سياسيا وتترك اليمنين يختاروا نظام سياسي نظيف نحن من حقنا أن نبحث عن شخص نظيف يحكمنا مش تاجر مخدرات مش تاجر سلاح مش رجل مخرب اليمن بالحروب النقطة الأخيرة التي أذكرها هذا الجيش متى وجدناه يدافع عن اليمنيين هل دافع عن هل هو الذي استرد حنيش لم يستردها حنيش حتى الأرتيليين وهم بعد استقلال وكانوا أضعف قوة استولوا على جزر حنيش من هذا الجيش الذي صرفنا عليها المليارات وإحنا صرفنا عليها المليارات وثبت في الأخير أن هذا المليارات كانت تذهب إلى صفقات أسلحة فاسدة يشتري علي عبدالله صالح أسلحة فاسدة لا يفترض أن تذهب كخردة تتلت بدل أن تتلت يشتريها الآن اليمن تقصف بهذه الطائرات إذن دعني أنتقل إلى دعني أكمل هذه وانتقل تقصف بهذه الطائرات معسكرات تحت يد علي عبدالله صالح وتعجز هذه الجيش الذي قال لنا أنه بناه وأحمد علي الأسطورة الذي تدرب على مدواسط يعجز أن يسقطوا يعني ذبابة حلقت فوق رؤسهم فقط يسقطوا دمائنا وأرواحنا دعني أنتقل إلى ياسين ياسين نلاحظ أن موقف الخليج وموقف السعودية كان واضحا تجاه أحمد علي عبدالله صالح رفضوه وأعلنوا ذلك يعني صراحة في الإعلام أنه زارهم وأنهم رفضوه ما هو السبب وراء ذلك برأيك؟ السبب أن أمنهم الاستراتيجية أصبح مهدد بفعلا هذا النوع من الخيانات التي مارسها ما كان يفترض أنه حليف في المنطقة العربية السعودية المساومات التي حملها أحمد علي عبدالله صالح بعزب والده كانت تعكس على مدى نية هذا الشريك غير المؤتمن في المضي قدما بخيانات مستمرة وعقد صفقات مع إيران وبيع منظومة الأمن الإقليمي بكاملها لحساب إيران وطموحات إيران لم يعد بالإمكان قبول لأنه دخل في المساحة الخطيرة الآن وبالتالي هذا لا يمكن القبول به لهذا أتخذوا القرار بعدم التعامل لأنه كان حتى أحمد علي مرشح وهذا كان يتضح من خلال كتابات كتاب مقربين من دائرة صنع القرارة في المملكة العربية السعودية كانوا يدفعون باتقاه تلميع صورة أحمد علي لكن في الفترة الأخيرة اتضح أن لا أحمد علي ولا والده أصبحوا محل ثقة وبالتالي عندما انطلقت عاصفات الحزب كان واضحا أن هذه العاصفة ستعصف بالجميع وستبدأ مرحلة جديدة في اليمن إن شاء الله وآثرها أصبحته هناك نقطة أخرى الخليج كان موقفه واضحا لكن المجتمع الغربي لم نلاحظ له موقفا ملموسا تجاه ما يجري في اليمن أو تجاه موقف الحوثيين وكذلك ربما إهانة الأحزاب السياسية وكذلك الحركات السلمية التي لطالما نادى بها الغرب لكن هذه الحركات وكذلك المنظمات السياسية يمارس ضدها القمع من قبل ميليشيات لكن الغرب وكذلك من يدعي الحرية لم نجد منه موقفا ملموسا تجاه الحوثيين هو لا شك يعني طبعا ما بعد ما قبل 21 سبتمبر وما بعد 21 سبتمبر كان واضح أنه فيه هناك تكتيك ما يدفع لتمكين الميليشيات الحوثية لتأدية غرض معين وكان الغرض هو واضح والإصطدام مع الإصلاح وتقويض البنيان المادي والثقافي والذي يسند إليه الإصلاح لكن بعدين اتضحت الأجندة أجندة الميليشية وكيف أنها مرتبطة كثير بإيران وأنها أصبحت مصدر إزعاج لخلفاء حقيقيين في المنطقة أنا أنظر إلى انسحاب السفراء من صنعابي أنه رسالة واضحة وقوية يعني أدخلت الحوثيين وحلفهم الرئيس المخلوح في مرحلة عزلة وكان هذا واضح من البداية التقارير التي قدمت لمجلس الأمن والذي أشار إليها الأستاذ خالد كانت واضحة وربطت علي عبدالله صالح بسياسات تمكين واللعب ورقة القاعدة ولهذا ما حدث في المكلة لم يستفز الغرب ولم يستفز الإقليم وطبعا أراد علي عبدالله صالح أن يقدم رسالة للسعودية ويربكها ويربك العملية لكن كل هذا فشل العالم يدرك جيدا أن كل ما دار في المكلة هو أن الجيش سلم لفرع من الجيش الذي يؤدي دور القاعدة وهذا لن نغير من المعادلة شيء المعركة بدأت ما هي الخطوات المتوقعة من قبل الخليج في المستقبل؟ أعتقد المسألة الآن ترتكز بشكل أساسي على عاصفة الحزم عاصفة الحزم تؤدي دورها أعتقد الآن بنجاح النتيجة النهائية لعاصفة الحزم هو يعني إنهاء دور إنهاء دور علي عبدالله صالح إنهاء إقصاء الحوثيين من المشهد كالحوثيين كمنظمة مسلحة تهدد الأمن واستقرار اليمن والأمن واستقرار المنطقة فالحوثيون كحركة ثقافية سياسية أعتقد أنهم سيبقوا لكن بلا مخالب علي عبدالله صالح سيخرج من المشهد بشكل نهاي وهذا ما يخف علي عبدالله صالح وهذا الذي أخرج علي عبدالله صالح ألاحظ أن الكثير من اليمنيين حتى من ليس لهم بالسياسة لم يقفوا كثيرا ضد عاصفة الحزم كيف تقرأ هذه المواقف الداعمة ربما لعاصفة الحزم ودعني عليك بشكل سريع على مستقبل أحمد علي أنا أقول أحمد علي مستقبله وقضى علي علي عبدالله صالح وقضى عليه مش فقط الآن يعني كان علي عبدالله صالح كان يفترض أن يسلم السلطة النجل أحمد علي في 2006 عندما أعلن وظهر في التلفزيون وقال أنا لن أسلم السلطة ومثل على اليمنيين تلك التمثيلية التي جعل الوطن العربي كله يقول هذا سيتحول إلى رجل أسطورة وعندما أتى وقت الانتخابات وجد عنده قدرة وبسبب شهوة السلطة عنده انقلب على نجله ونزل للانتخابات كان أمام أحمد علي فرصة خصوصا أحمد علي لمع بشكل كبير يعني من قبل الآلة الإعلامية علي عبدالله صالح ولأنه أيضا لم يصطدم بالرأي العام يعني كان قد لمع بشكل كثير وكان لديه فرصة على الأقل أنه مثلا كانت مخرجات الحوار الوطني تقول أنه بعد عشر سنوات يستطيع أن يرشح لأنه منعت أي رجل عسكري من أن يرشح نفسه قبل أن يستقل من عشر سنوات كانت مشكلة علي عبدالله صالح والحوثين في مخرجات الحوار هذا النص يعني عندما كان يقولوا أن مخرجات مؤتمر الحوار كان حقيقة الأمر مشكلتهم هذا النص الذي يحول بدون عودة أحمد علي إلى السلطة بشكل سريع رغبة علي عبدالله صالح في أن يعود إلى السلطة عبر ابنه وربما عبره بشكل سريع هي التي أوصلته إلى هذا المأزق لكن لو كان ربما صبر عشر سنوات واستغل جزء من الأموال التي نهبها في الاستمرار في تلميع ابنه وشراء الولاءات كان يعمل كان ربما أحمد علي عاد إلى السلطة فيما بعد ذلك فهو من قضى فعلا على مستقبل ابنه وقضى على ما كان قد تحقق له من امتيازات بالمبادرة الخليجية أما أنا في نظر اعتقادي الشخصي أن أحمد علي تورط في دماء اليمنيين سواء في الحروب التي خاضها في بني حشيش أو في صعدة أو في قتل شباب الثورة في 2011 وبالتالي لو تعرض لمحاكمة سيكون من ضمن الذين يدانون وسيكون مستقبلها السياسي كذا انتهاء سؤال الأخير رياسين نلاحظ أن أحزاب السياسية ربما تحضر لشيء لكنها مختفية في هذه الأيام ما الذي يجب عليها أن تقوم به في المرحلة القادمة خاصة أن هناك ربما صخط وغليان شعبي ضد جماعة الحوثي ويجب على القيادة السياسية أيضا أن تتخذ خطوات متوائمة مع الشعب أعتقد أنه لا خطط لدى الأحزاب وكلما في الأمر أن على الأحزاب أن نستجيب لنداء الرئيس تتجاه إلى الرياض لإقراء حوار تحت مظلة مجلس التعامل الخليجي هذا الأفق السياسي لتحرك الأحزاب لكن فيما لو استمر الحوثيون والرئيس المخلوح في العناد وكابروا أعتقد أن الرهان هنا ليس فقط على الأحزاب وإنما الأحزاب هم رافعة سياسية مهمة وعليهم القيام بمهمة قيادة حركة شعبية لمحاصرة الحوثيين والرئيس المخلوح وإدارة انتفاضة شعبية سلمية تتكامل مع عاصفة الحزب لإنهاء هذه الظاهرة السيئة في حياتنا السياسية والتي يمثلها الرئيس المخلوح والحوثيون إذن مشاهدين بعد قليل مع الزميل نصر عبد الرحمن وأبرز ما تداوله مرتادو التويتر وكذلك الفيسبوك حول القضايا اليمنية الشائكة أيضا مشاهدين نشكر الضيفي هنا في الأستوديو الأستاذ خالد الأنسي وكذلك الأستاذ ياسين التميمي وهما محللان سياسيان ومعروفان ربما على مشاهدي القنوات الفضائية كاملة إذن مشاهدين فاصل قصير ومن ثم نعود مع مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر